على طريق رملي في شمال شرق سوريا تنتظر امرأة مع أطفالها الأربعة بالقرب من لافتة خضراء جديدة كتب عليها جولدارا وهو الاسم الكردي الذي استعادته القرية أخيرا بعدما كانت تعرف منذ عقود بقرية شجرة وتعد هذه القرية التي تحتفظ بمنازلها الطينية المتواضعة وتضم كلة من السكان واحدة من عشرات القرى والبلدات التي تعمل الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة منذ أشهر على إعادة أسمائها الكردية إليها بعد تعريبها منذ أكثر من أربعة عقود إعادة الأسماء إلى وضعها الطبيعي يعني لا يوجد اسم عربي تحول إلى كردي أو اسم سرياني تحول إلى كردي كل بلدة وقرية ومدينة أخذت اسمها الطبيعي الذي تكون تاريخيا بشكل طبيعي وعلى غرار جولدارا استعادت قرية تل أحمر في ريف مدينة القامش لقبل أسابيع اسمها باللغة الكردية وهو كرسور عندما كنت صغيرا في المدرسة منعتنا المدرسة من التحدث بلغتنا الكردية كانت لديهم أهداف تقضي بتغيير أمتنا من خلال تغيير أسماء كرانا وتغيير لغتنا وكل ما يخصنا وتهدف العملية التي تتولها لجنة تجول على المناطق وتلتقي المجالس الشعبية وكبار السن وفق القيمين عليها إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمناطق الكردية التي عانت من التهميش على مدى عقود على يد الحكومة السورية اشتركوا في القناة